الحقيقة المراقب اوي للمشهد التونسي يكتشف الفرق الجوهري اللي حصل في مصر هم فرقين الحقيقة يعني عنصرين هم اللي فصلوا المشهدين في مصر وتونس رغم ان هم كانوا مشيين في سياق واحد طول الخمس سنوات الماضية طبعا العنصر الرئيسي اللي انا قلته لكم هو فكرة انه فيه هنا جيش في مصر ملتفح حوالي الشعب بيمثل رمانة البيزان بيمثل عمود الخيمة الحمد لله الحمد لله رغم كل العصير ورغم كل العواصف لكن قادر على انه هو يقف صامدا بدعم شعبي كبير وهو ده الفرق الكبير ما بين مصر ما بين اي دولة عربية اخرى تعرضت لمثل هذا الطفان من عدم الاستقرار السياسي الجزء التاني انه في رأيي ان تونس استعجلت شوية في الاستحقاقات السياسية يعني فكرة ان احنا ديمقراطيين اوي واحنا جمدين اوي عجل بالمشاكل في تونس التباطئ شوية اللي حصل والاخطاء اللي حصلت في مصر سبحان الله يعني عارفين المثل الشعبي اللي بيقولك كل تأخيرة وفي اخيرة التأخيرات السياسية اللي حصلت في مصر انا في رأيي انها افادت المشهد المصري نحنا اتقننا اوي لحد ما اكتشفنا زيف وخداع الاخوان فاقصناهم وبعدين اتقننا اوي في دستور وتقننا اوي في انتخابات رئاسية وتقننا اوي 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 في انتخابات برلمانية كل ده خلى المشهد السياسي يبرد النار المشتعلة دي لان انت وانت بتعمل حاجة وانت متلسوع وانت بتجري وانت متلهوج عمرها ما هتطلع مزبطة انا بقولك لنب البلدي رغم ان هو ما يمشيش بالمصطلحات السياسية بس انا بحاول اقربها لكوا اوي فكرة ان انت وانت متلهوج لازم الطبخة تطلع مش متزبطة عارفين كده لان بيقولك اتقل على الرز متهيال ان احنا تقلنا على الرز السياسي في مصر عشان كده شوية طلع مفلفل